موسيقى أهلا بكم والعالم يكتم أنفاسه خوفا من أنفاسه تنبري الهمم العالية لخدمة الإنسانية تضيء شمعة أمل لتبدد قتامة الواقع إنهم الكادر الطبي والتمريضي الذي يواجه فيروس كورونا وجها لوجه يوميا يراعي المصابين ويقفف عنهم ويكون في قمة السعادة إذا خرج مصاب واحد من عزلته صحيحا معافى ليكون بذلك بالنسبة لهم قمة الإنجاز ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميع موسيقى وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في ستوديو البرنامج السيد سلمان جاسم رئيس التمريض في مستشفى الطب النفسي نائب رئيس خدمات التمريض للمستشفيات في وزارة الصحة أيضا ستكون معنا أيضا الأستاذة مريم محمد مصطفى نائب رئيس التمريض في الرعاية الأولية المراكز الصحية بوزارة الصحة للحديث عن هذا الموضوع أهلا بكم من جديد وباسمكم ورحب بضيفي الكريمين الأستاذ سلمان جاسم والسيدة مريم محمد مصطفى مساءكم الله بالخير يا أهلا وسهلا فيكم هذا العام وتحديدا بالأمس في سبعة أربعة العالم احتفل بيوم الصحة العالمي وكان شعاره هذا العام يعني هو الشعار موجود مسبقا اللي هو عشرين عشرين عام التمريض والقبالة لكن جاءت ظروف استثنائية جائحة كورونا اللي غزت العالم يعني بينت وعطت بعد كبير لهذا الشعار تحديدا ويمكن العالم كله كان يقدر ويحترم المهن الطبية بشكل عام والتمريضية الكادر الطبي وما إلى ذلك لكن بيّن دورهم وعظمة هذا الدور اللي قمون فيه استاذ سلمان في هذا الوقت تحديدا وكأن الأقدار خلقت من هذا الشعار برواز لكل ما يقوم به الكادر الطبي والتمريضي هذا العام ديتم مساكم الله بالخير سيد علي على إتاحة الفرصة إلى أن نتحدث عن يوم الصحة العالمي وعن التمريض بالخصوص في عدنا نأخذ بس نبدة بسيطة يعني اللجنة الفنية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي حددت يوم إلى التمريض لأن كان عدنا أساس نقولنا أول وحدة في الإسلام كانت ممرضة هي رفايدة الأسلامية سيدة رفايدة الأسلامية نظن الله عليها هذه كان طبعا حدد اليوم هو تاريخ 13 مارس أساس نمشي نحن في تسلسل إلى 7 أبرو نمشي إلى 12 مايو بعد عدنمان نعم تفضل فاللجنة الخليجية حددتها أن نكون في 13 مارس واحتفلنا بهذا 13 مارس إنما الجائحة هي اللي أخذت الوقت ودركتنا وخلتنا في خضم العمل مع جائحة الكورونا في عام 1974 المجلس التمريض الدولي أقر أن تاريخ 12 مايو يكون يوم التمريض العالمي على أساس أن مؤسسة التمريض الحديث في دولنس نايت أنجل كان يوم يلاته 12 مايو فالعالم كان يحتفل بهذا منذ ذلك الوقت ولمجلس التمريض الدولي سنويا ينزل شعار إلى التمريض حص خاص في هذه السنة منظمة الصحة العالمية تقديرا إلى التمريض والقبالة فقالت عام 2020 هو عام التمريض والقبالة وهذه تم تحديده قبل 2020 قبل 2020 قبل كورونا فمنظمة المجلس التمريض الدولي تبنى هذا الشعار مع منظمة الصحة العالمية ومشينا مع هذا وهو عام 2020 عام التمريض والقبالة وشاءت الأقدار أن يكون هذا بعد هذا ربما يكون هذا اللطف أو شيء من الله سبحانه وتعالى صارت الجائحة هذه فبرز دور التمريض والخدمات التمريضية التي تقدم إلى العالم ساذة مريم نحن دائما كلنا نقول في الفترة الأخيرة أن خط الدفاع الأول هو الكادر الطبي واليوم من ضمن أبطال كثيرين يعني يشير لهم المجتمع كله وعلى رأسهم القيادة الرشيدة جاءت الملك وسمو الناب الأول كان يتحدث دائما عن خط الدفاع الأول اللي منهم ومن أبرزهم الكادر الصحي لما نتكلم عن الكادر الصحي طبعا والدفاع المدني وغيرها لكن نحن اليوم نتكلم عن الكادر الصحي لما نقول الكادر الصحي نقصد من من هو الكادر الصحي في البداية أحب أن أمسي عليكم وأمسي على متابعين الكرام الكادر الصحي هو فريق فريق يشمل كادر الأطباء كادر التمريض كادر الخدمات المساندة ومنهم الأسنان ومنهم المختبر ومنهم الأشعة هذي كادر الصحي بشكل عم ومنهم طبعاً الإداريين اللي يعملون في المستشفى هذي إيه اللي شغل المستشفى ما يمشوا بدونه نعم في الخدمات المساعدة نعم اليوم اللي يقولون أن الكادر الصحي ويعني صف الدفاع الأول خط الدفاع الأول هم أبطالنا تصل لكم هالكلمات اشتعني لكم أستاذ احنا عادة ينودونا ملائكة الرحمة صحيح بس في الأوضاع الحالية حسنا أنه نحن الجيش الأبيض نعم حسنا إحنا يعني الكل مستعد يضحي بروحه علشان البحرين مستعد يقدم الأفضل أن الكل قاعد يأدي دوره بالشكل اللي مطلوب منه وأكثر هالكلمات اللي نسمحها كانت وايد تسعدنا وكانت تعطي طاقة حق جميع الموظفين اللي هما في الصفوف الأولى وكانت تعطيهم سعادة ودافع أنهم يقدمون الأفضل ودائما كانوا يقولون يكررون أننا عندما هدنا بيتنا وعياننا وعرضنا حياتنا ونفسنا فعلا الكل يستحق وهذا واجبنا هذا بالفعل يعني الناس نحن بعد نتمن على رأس الناس جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وصاحب سمو الملكي النائب الأول لإنس الجزاء ولي العهد لمن يبدرون كلمات وشيدون بالكاذر الطبي والكاذر الصحي ووقوفهم في هذا لما يقولهم الخط الدفاع الأول طبعا نحن بعد ما نسى بعد الإدارين الآخرين أو على رأسهم سعادة رئيس المجلس العلال الصحة الشيخ محمد عبد الله سعادة الأستاذ أفائقة الصالح وزيرة الصحة وسعادة دكتور وليد المانع والوكلاء المساعدين هذين بعدهم كذلك بعدهم عطونا نوع لمن يجيشيدون يعني لمن يجيك مسؤول الأول في الوزارة يقف يقول أنا اليوم جاي إلى التمريض الكاذر الطبي أحتفل معه وأقول له شكرا على وقفة كاذر طبعا هذا يطلج الصدر يعطي الدافع وحافز أنه لا نحن موجودين وإن شاء الله راح نواصل على هنوان هذا وهذا دايدا القطاع الصحي والتمريضي بشكل خاص نعم يعني أنتم اليوم الكادر التمريضي صحيح؟ أو تمثلون الكادر التمريضي وتحتكون فيهم يوميا وتعملون معهم شنو شعورهم وهم يشتغلون هل يأتون يوميا بالفعل نحن يأتون بحس مسؤولية نحن اليوم ندافع عن هذا الوطن نحن مثل ما فضلت نحن جيش أبيض بنفس روح المقاتل الوطن اللي قاعد يدافع عن وطنه نحن الدوام الرسمي من سبع ساعات وربع أو ثمان ساعات في اليوم يوميا هذه كان كان حواليا يدومون 12 ساعة 15 ساعة 16 ساعة تشوفهم يعني الصبح أنا الليل نفس القوة نفس الطاقة نفس العطاء بدون تذمر ناس معطية فعلا من قلب وتاب تغطي أكثر حتى إلى درجة تقولهم خلاص خلص الدوام يعني سووا تبديل لا مستعدين يعطون أكبر حابين يقعدون حابين يعطون حابين يعني يعني مثل ما تقول يعني يعني يحمون أسرتهم يحمون ديراتهم يعني يحمون وطن فبالعكس الكل كان مرحب ومتعاون بدون تذمر وبقوة لو يتصلون نفس الممرضين نفس الكوادر اللي عندنا يتصلون تعني إحنا قاعدين في البيت إذا تبغوننا موجودين في أي وقت اللي يخلص شغله 15 ساعة 13 ساعة بس نقول يا أخي يتصل نعم هو في البيت يتصل اليوم الإجازة مالثي يقول ترى أنا قاعد في البيت ممعبنا شيء وخاصم على الظرف اللي حنا من مرين فيتصل قلاه أنا أبغى أجي ذاعتكم أي شغلة لي بجيكم ما عندي مشكلة نحن نقول لها بعد أن تخذ راحتك خذ شوي شحن طاقة حافظة أننا محتاجين لك إلى الأيام اللي جاية إن شاء الله لا هذا يعني الأمانة تسجل نقطة إلى الممرضين بالخصوص يعني خصوص الممرضين لأن ما شفنا التجاوب اللي كان الأول يقول لك أنا يمكن أتعب ثمان ساعات نحن لا يقول لك أنا مستعد أن ساعات أكتر وأكتر ما عندي مشكلة في المنظر بس نحن لازم نثبت وهم أتبثبتوا يعني صحة هذه شغلة تبتوا أنهم قد المسؤولية لا ويعطون أكتر بعد مستعدين وهما اللي يمكن ذكرهم سيدي سموية العهد وقال تحية للأبطال اللي خلف الأضواء الناس اللي تعمل دون أن نعرف أسماءها دون أن نعرف ربما أشكالها لكن نحن نشوف نتائج أفعالها هي النتائج اللي وصلت لها البحرين اليوم نحن ما زلنا ولله الحمد قادرين يعني نمنع انتشاء المرض نسبة التشافي العالية جداً لوضعتنا على رأس الدول العربية ويمكننا الثاني على مستوى العالم هاي كلها بجهود الطاقم الطبي والتمريضي وجهودكم أنتو الأبطال اللي نحن ما نعرفهم لكن نشوف جهدهم ونشوف آثار جهدهم أنا لو سمحتولي بنتقل مجموعة من هؤلاء الأبطال معاننا الآن عبر سكايب ننتقل إلى مركز العزل في وحدة أمراض الدم الوراثية التابع لمستشفى السلمانية الطبي سنلتقي مع مجموعة من الأطباء وهم في الخطوط الأمامية في مكافحة فيروس الكورونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يعني في البداية هل تصلكم مشاعر الفخر والاعتزاز من قبل القيادة الرشيدة والمواطنين اليوم الكل يعتبركم أبطال يعتبركم أنت وخط الدفاع الأول هل تصلكم هذه المشاعر وشينه تعني لكم هلين أخي علي؟ طبعا بداية نحن بكثبتوا على هذه الاستضافة وهذا طبعا جزء وتخليبكم إلى السعب اللي قاعد يقعد أدف هذا الصبي وإنحها سنتي وهي اللي قاعد يعتبرنا بصورة والدفاع أننا نراشف المجلداتنا نعم دكتورة شيماء لو سمحتي يعني ضيوفنا قبل شوية تفضلوا أن أنتم تقضون أوقات طويلة داخل العمل يعني دوامكم إذا كان في السابق سبع وثمان ساعات اليوم أنتم تقضون فترات أطول من ذلك اشجاد الوقت اللي تقضونه ومن أين لكم هذه الطاقة الحقيقة اللي تخليكم تقضون كل هالوقت الطويل جزءا عالية بالإضافة طبعا بالإضافة إذا أملنا جنوب الميستمر تقريبا ثم ساعات الصباح ثم ساعات الميستمر تقريبا أبرو 20 ساعة إضافية اليوم تقضية نعم هل تصلكم مشاعر التقدير مشاعر الفخر الموجودة لدينا جميعا نحن اليوم نعتبركم أنتم أبطال هذه المرحلة أكيد يوصلنا إلى تقضية دسترال مشكلة ودعم للوصل هذا شيء محفظين أننا نواصل للحضاء للخضاء نعم دكتورة ألاء يعني الحقيقة إحنا لما نرجع بيوتنا وإحنا بعيدين عن الخطوط الأولى لما نرجع بيوتنا نكون خايفين شوي في التعامل مع إذا كان عندنا أطفال صغار إذا كان عندنا أمهات كبار أباء داخل البيت خايفين ننقل لهم عدوة لا قدر الله خايفين نضع حدود في التعامل معاهم أنتوا عندما ترجعون البيت وأنتوا الخطوط الأولى اللي موجودين فيه أماكن العزل وأماكن الفحص وأماكن الحجر كيف تتعاملون في البيت مع العائلة بشكل خاص؟ الحمد لله وهي الجهود المدولة من السقومة والإدارة وكل من موجود على القائمين على العمل في هذا المقال كل الأشياء التي تلقفينها لتقيل من الرحضة ما لسنا أننا نقفين من المرض نفسها أو نقفين من نحن نقفنا للأسرة في البيت والحمد لله يعني ما نقف لهذه الدرجة نعم إذن بوجود كل هذه الإجراءات الاحترازية الكبيرة اللي وضعتها الدولة وسخرتها للجميع بما فيهم حماية والأولوية حماية الكادر الطبي الدكتور سيد علي الكادر الطبي اليوم هل يشعر بمسؤولية مختلفة؟ هل يشعر بأن الأمانة الملقى على عاتقة أكبر وأن في العالم كلها طبعا ونحن نتكلم عن البحرين تحديدا نحن ننظر لكم اليوم بأنكم خط الدفاع الأول وعليكم مواجب كبير هل تشعرون كل ذلك؟ اليوم أصبح أول خطر على حياة الجميع هو هذا المرض ونرى حالية الجوز الأطباء والجوز الأطباء والجوز الأطباء كلها طريق التحاول بيننا جاديين نساعد الملتفى وجاديين نساعد البحر فأنا أتفد أن حالية جوز الأطباء والجوز الأطباء فينا أيام نظر إليه بنظرة مختلفة نعم أصبح الطبيب والمرضة هم خط الدفاع عن الأمن المجتمعي والأمن الضغطي نعم وانتوا بالفعل يعني انتوا خط الدفاع الأول طبعا مع أبطال كثيرين احنا تكلمنا عنهم وانا سوف نتكلم إن شاء الله في حلقات قادمة يعني أرجع لك دكتورة صفاء انتوا جهودكم كبيرة الحقيقة لكن البحرين تعول على المجتمع الواعي البحرين لم تلجأ إلى حظر التجول الكلي لم تلجأ إلى هذه الأمور وإنما راهنت على وعي المجتمع وحملت شعار مجتمع واعي هل من كلمة توجهونا لهذا المجتمع اللي عليه دور أيضا في مساعدتكم فيما تقومون فيه نعم طبعا أخي عدينا دور نفس مستشفى ولكن دوركم أجهوك المجتمع وكأعلمين من أهمها أكبر اللي الناس برده لازم يتزمونه بالبقاء في البيت مع عدم الاختلاف لأن هذا هو تجداء الاحتراج الأهم حتى من دورنا عدنا نعم وكما نحن نحاول نسعد لأن البلد الموقفات الأشخاص اللي في داخلهم لهم أكبر دور لأننا لا يتزمون بالبقاء نعم كل واحد مسؤول فينا اليوم كل فرد في المجتمع عليه مسؤولية دكتورة شايمو هل من كلمة؟ خوش مجتمع عليه وسؤول أيضاً نعم بالإضافة إلى أن البارس ترانا عبارا عن المجتمع بمشترة بين الأطباء وماردين المجتمع نعم صحيح والله الحمد وحن يمكن قلنا هذه الكلام قبل شوي وهذه بجهودكم الحقيقة وجهود كل الكوادر الصحية دكتورة آلاء لو بغينا نطمن الناس عليكم يعني أنتم أبطاني أنتم جنود خط الأول طمنين عليكم يعني شلون وضعكم شلون استعداداتكم الوقائية الهمة شلون الروح المعنوية شلون أقول لهم أنه هنا من ترويء وقت شيء إلا الواجد وهمة يعني لازم يعرفون أنه هناك قائد خسرة التي بعدين نمر فيها اللي احنا بنسويه ما بيكون لأي ضحعة المجتمع إلا 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 أما عرفوا أنه نحن تعرفين تسويه عشانهم وإحنا كلنا نطورين في الواحد في المجتمع واعي يعرف أنه أي شيء نحن نقوله لازم أنه يكون هناك قدر من عندنا نعم سؤال أخير الدكتور علي لو سمحت نحن نأخذ وقتكم ونعتذر ندري الضغوطات كثيرة عليكم لكن هل تراهن على وعي هذا المجتمع على التزامة طبعا أنت تحضر في عملك على رأس عملك لساعات طويلة لكن تعود للمجتمع للبيت إلى الأسرة وتشوف الناس في الشارع فهل تراهن على وعي هذا المجتمع؟ طبعا أن نستشوف البحرين من جول العالم نستشوف الأوروبا كثير من جول العالم الآن واجمة تاركة صفية بينما البحرين ما جالت الحاملة على الكثير من طبيعية للحياة ونرغم مع المرض المتشر في كل مكان في العالم نحن نتبذل من جميع ونكرر كلام بكرة شخصها نحن نتبذل من تكتوبة مصير من حلها في النشطة واجب المجتمع والفقاة المجتمع والفقاة المجتمع من نشاء هذا المرض يعطيكم العافية شكر كبير لكم أنا أشكركم ومن خلالكم أشكر كل الكادر أو الكوادر الصحية سواء الكادر الطبي أو الكادر التمريضي أو حتى الخدمات المساندة جميحة بدون استثناء أشكركم كلكم أنتو الأبطال أنتو الحقيقة اللي اليوم نعول عليكم ويعني جهودكم إن شاء الله تكون مقدرة من الجميع ومأجورة بإذن الله ومثابة من الله سبحانه وتعالى شكرا لكم بارجع إلى ضيوفي الكرام لكن خلنا نشوف هذا الجرافيكس ونرجع إن شاء الله للحديث مع ضيوفنا في الستوديو موسيقى 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 اشتركوا في القناة ايضا عن طريق سكاي موجي لهم كل التحية الله يعطيهم الصحة والعافية الله يعطيكم الصحة والعافية أستاذة مريم خلنا نرجع لأدواركم لأن الأدوار خلال هذه الفترة فترة مكافحة جائحة الكورونا كانت متغيرة يعني أنتم احنا أول إصابة في البحرين مؤكدة كانت في 24 فبراير الماضي أنتم جهودكم كانت قبل يا ريت نتكلم في البداية عن المنافذ كنتم مسؤولين عن المنافذ في البحرين وعن الفحص للقادمين من البحرين كلمين عن هذا الدور لو سمعت نحن في البداية على مستوى المراكز الصحية بدأنا تطبيق محطات المفلونزا محطة المفلونزا هذه كانت عبارة عن محطة استقبلون فيها المراجعين يروحون لمراكز الصحية ويسئلون هل أنت مختلط أو قادم من سفر أو لا على اساس تسريع إجراءات وعلى اساس تجنبا للاختلاط بالموجودين في المستشفى هذه كانت في البداية في شهر يناير مثلا لا لا كانت في فبراير في فبراير بدايات فبراير نعم وبالنسبة حق المنافذ طبعا كنا نغطي المطار جميع المنافذ بحرين مطار الدولي والموانئ وجسر ملك فهد فكان فيه تغطية شاملة بالكادر الطبي هو التمريض أطباء خدمات مساندة إداريين جميع الكادر الطبي وبعد كان نفس الشيء فيه على جسر ملك فهد والموانئ فكل المنافذ بعدين توسعنا من عقوب مطلعة أول حالة توسعنا عرفنا أن في الرحلات اللي مسبقة كان فيه ناس أو مسافرين قادمين ومن ضمنهم حالات إيجابية وما تنفح كانت ما بينت يمكن لأنه فترة حضانة هذا الفيروس يتمتل مسبوعين لثلاثة نعم فبعدين اضطرنا الوزارة تشكل فريق للزيارات الميدانية فهذه الزيارات الميدانية تكون حق فئة معينة هو فئة المخالطين أو المسافرين 25 سيارة كانت تقريبا 20 إلى 25 نعم على حسب القائمة اللي يعطوني إياها الخدمات المساندة كانت تعطينا القائمة وكان على حسب القائمة نجهز الفريق وكانت هاي أنت مسؤولة أستاذة مريم عن تجهيز هذه أفريقا من ضمن المسؤولين عنهم نعم أنا كنت وحدة أو أبو من ضمن المسؤولين عن تجهيز المواد لحماية الموظفين كنا والفريق والتدريب الموظفين قبل لا يروحون الزيارات نزلت الزيارات؟ إحنا لا أنت لا بس كنتوا المشرفين عن الناس كنا موجودين في موقع الحادث كنا موجودين يعني نباشرهم لما الفريق يمشي عقوب نقعد نجهز نسوي إجراءات ثانية فطول ما توصل العينات لأن هي كلها خطوات تحضيرية نعم فكنا ننتظرهم لما يرجعون أن نحنا نجهزهم حق المرحلة اللي بعدها نحنا نستلم العينات على أساس نحنا وصّلها حق الصحة العامة أيضا كان فيه أدوار مختلفة يعني في البداية كان مثل ما تفضلت في مراكز الإنفلونزا عقوب المنافذ بعدين العربات التي تنقلت وذهبت إلى المخالطين واليوم في أيضا شيء جديد يعني مو بس البحرين تفخر به حتى الدول الأخرى بدأت تنظر له كنموذج يحتذى وهو السيارات التي تنتقل والفرق الطبية لأخذ العينات العشوائية ويمكن بالآن في مؤتمر الصحفي الدكتور طبيب فريق مناف كان يتحدث أنها عشوائية كاسم ولكن هي ضمن سكاجول وبرنامج مدروس أين نذهب ولماذا؟ كلمين عن هذه الشيء بعد ودوركم فيه دورنا فيه هذه العينات العشوائية تم اختيارها بناء على المناطق التي تكون مناطق مزدحمة على أساس أن يجب أن تشوفون أن هذه المناطق المزدحمة التي فيها اختلاط وكثرة هل أن نحن نحصل فيها نتائج إيجابية على أساس أن من عقوب النتائج أو الدراسة هذه نطلع أو يطلعون الفريق المختص بنتائج ويتكون فيه أولية أو خطة مستقبلية وبالإضافة أنه مو بس الزيارات العشوائية أنه تم تفعيل مركز المعارض فيه ثلاث قاعات قاعة استقبال المخالطين بدون أعراض فيه قاعة استقبال المخالطين بأعراض وقاعة استقبال المسوفرين فقاعة تابع المراكز الصحية هي القاعة استقبال المخالطين بالأعراض اللي هو أنت نعم اللي هو إحنا اللي تطلع للأعراض نعم يكون مثلا شخصي أو اختلاط أو عنده أعراض تصل حق 4-4-4 وعطوه موعد أو راح المركز الصحي عطوه تحويل أو راح السلمانية بعد عطوه تحويل أو من خلال المستشفيات الخاصة فهو يحضر إلى المركز ويبتدون في البداية يصنفونه يأخذون حرارته يخلونه يدخلونه على الدكتور فالطبيب نفس الوقت فيه أسئلة طبية يسأله بعدين يأخذون عنه العينة المركز هنا عبارة عن إدخال مرضى فيه أسرة 200 سرير فيتم المريض موجود عندنا لما تطلع نتيجته فبحسب النتيجة التي تطلع يتم تصنيفه أنه بعيدين ما الخطوة التي نستطيع نتبعها مع المراجع التي تفضلت فيه أستاذة مريم كثير من الجهد وكثير من الأشياء التي تقومونها لكن للناس لا تعرف أيضا أن هذه مجرد عناوين عريضة لتفاصيل كثيرة كل مرحلة وكل شيء من هذه التي تفضلت فيه كان فيه كثير من التعب وكثير من الاستعداد وكثير من أنتم دوركم ماذا بعدين لما تطلع فيه حالات إيجابية يبتري دوركم وحضرتك المسؤول عن تجهيز القائمين على الأجنحة التي تستقبل الحالات الإيجابية صحيح؟ نحن نضم فريق وليس شخص وعن فريق أنتم تمثلون وراتكم جيش نعم طبعا نستدكر أن أول اتصال عساس تجهيز مكون إلى الكورونا كان فيه 24 يناير أنا لا أستدكر هذا التاريخ قبل شهر من أول يوم الجمعة 24 يناير يجل الاتصال اتصالات يا جماعة لعدنا الموضوع الذي في الصين صار في وهان فمحتاجين أن نجهز مكان يكون جاهز إلى استقبال المسافرين إذا كان عندهم أعراض أو بدون أعراض في مكان كان فيه مجمع السلمانية الطبي الخطة الاستباقية التي وضعتها البحرين لله الحمد كان في البداية هذا البداية بعدها يأتي خطوة ثانية تجهيز مكان آخر لإستقبال المسافرين التي يمكن أن يكون أعراض أو بدون أعراض بعدما خط الدفاع الأول الرعاية الأولية يفحصونهم أن هذا يحتاج إلى مركز آخر مركز شيخ عبد الله بن خالد في الحنينية لفترة مؤقتة وبعدها انتقلنا إلى مركز إبراهيم خليكانو الذي يفتتح كامل لإستقبال كل الحالات الإيجابية صحيح كل الحالات الإيجابية طبعا الجهود متكاملة ما بين الجهاز الطبي والجهاز التمريضي والخدمات المساندة على رأسهم كل هذا الإدارة العلية في الوزارة التي كانت ترتب وتنسق وتعطي التوجيهات والإرشارات عساس متى يكون المكان جاهز هذا وكانت الشغل متواصل لليل نهار كم مكان جاهز يعني حاليا عدنا الأماكن اللي جاهزة والكل يعرف عنها طبعا مركز إبراهيم خليل كان الاجتماعي والصحي محرق المسنين في المحرق مستشفى جد حفظ الولادة جاهز عدنا في السلمانية مركز كان الهو الأمراض الوراثية من أربع طوابق هذا يكونه جاهز إلى حد الآن وتستقبل يوميا نستقبل ويوميا الحمد لله ناس تدعاف وتشافأ وتروح بوتهم هذا من الإضافة إلى المحاجر الموجودة الأخرى المحاجر محجر الحد أو محجر السترة موجودين وفيها بعد هذه التجهيزات الناس قامت بجهود جبارة هي جنود مخفية إن شاء الله يوم الأيام يأتي وتطلع على بإذن الله يشرفنا يعني هناك سؤال أنا حين حضرني و يمكن الناس كنت تتسال حتى خارج البحرين شنو السر في نسبة ولله الحمد الشفاء العالية في البحرين ونكون احنا من أفضل معدلات على مستوى العالم احنا الثاني في التصنيف العالمي الأول في التصنيف العربي هل فيه سر معين هل هي هو يعني رعاية من رب العالمين أم هو جودة الخدمات ماذا بالضر من وجهة نظركم طبعا بنوجهة نظرنا طبعا طبعا هي أكيد في البداية تكون هي رعاية إلهية من رب العالمين بس طبعا الجهود الطبية والجهود التمرضية لها دور أساسي الخطوات التي سوتها الحكومة للكاشف عن هذه المرض بوقت مبكر لا دور طبعا المرض كلما اكتشف بوقت مبكر صار علاجة أسهل وأسرع الخطوات الاحترازية البرنامج المتبع في الأماكن العزل سواء كان العزل المؤقت الصحي أو العزل حق الحالات المصابة البرنامج المتبع التغذية كل هذه الأمور لها دور كبير جدا في علاج المصابين منظومة كاملة منظومة كاملة كلام الفضلاتي صحيح مريم كل صحيح بعد في أمور أخرى موجودة نحن بعد لا ننسى المجتمع وعيح في أن ابقى في البيت وخذ احترازات مالك هذا أخذ المجتمع إلى دور كبير ويشكر المجتمع في هذه الأمور هذا نشكر المجتمع صراحة كل المواطنين والقائمين والموجودين في البحرين لما نعرف خطورة وسرعة انتشار هذا الكل أخذ احتياطه وأخيرا أخذ احتراز مالك أنه لازم أن أتبع الإرشادات والتعليمات التي حطها الفريق الوطني لمكافحة جائحة كورونا مع الإرشادات والتعليمات التي تصدر من الجهات المعنية سواء كانت ذات الصحة أو ذات الداخلية أو لجنة التنسيقية كلهم يصبون فبعد المجتمع إليه دونه طبعا لأن احنا نقول كلنا فريق البحرين ما يختص بس فريق الطبي صحيح حتى المواطنين يقول أنا فريق البحرين لأنه لا دورة كل فرد في المجتمع لا دورة كل فرد في المجتمع لا دورة فكلنا فريق البحرين يعني كل واحد لا دور لازم يلتزم فيه ويسوي أنتوا كوادر تمريض أو الأطباء التي تشتغلون معهم يتكلمون عن هذا الشيء هل هاجز عندكم أن وعي المجتمع دور المجتمع في المسائل الاحترازية هل يدور بينكم ذي الكلام لأنه يا بيصعب شغلكم يا بيساعدكم ويسهل شغلكم طبعاً نحن نشوف النسبة اللي اتش هي او عندها اعراض هي تكون نتيجة للاختلاط يعني يا اختلاط او انه ما اتباع يعني اساليب الوقاية فهي يعني العدد اللي وصلنا يعني ما يعتبر النسبة حق البحرين ما يعتبر عدد كبير فهذه يعني فيه فئة مهما كان يعني تحتاش توعية نحن ما بنقول كل البحرين وكل الشعب ملتزمين فيه فئة شوي ما اخذ الامور بسهولات اكثر فيه فئة مملتزمة رغم كل اللي نقول رغم كل اللي نقول بس الفئة الحمدلله هي فئة قليلة قليلة والدليل ان الارقام اللي تشيننا يعني مو مكثيرة شو تقول لهم دليل نستاذ سلمحش تعريق بس شوي لان في بعض عددنا يعني الحكومة اخرت على عاطقها ليس البحرينيين فقط لان في عددنا مقيمين في البحرين جنسيات اخرى ولغات اخرى فانت لو تشوف المنصقات والوسائل الشعبية بجميع اللغات موجودة وزاعة الداخلية تذهب لهم نعم ومعهم ناس من الحائطة موجود بجميع اللغات موجودة فهذا ساعد ساعد يعني التخطيط السليم اكيد يأضي الان تأدي الانتاج ايجابي ونتمنى من الفعل قليلة جدا اللي هي ما زالت غير ماخذ الامور بهذه الجدية المطلوبة ان نتاخذها بالفعل انا حابة اختم معاكم باول سؤال سألت لي يعني الاطباء الموجودين في المحجر قبل شوي معانا توصل لكم رسائل الفخر مشاعر الفخر والاحتزاز من المواطنين والقيادة شو تمثلكم؟ تمثلنا تمثلنا يعني شعور يمكن انا على طول سنوات خدمتي يمكن ما حسد بالشعور او ما في كلمات تهزت مشاعرنا نفس الكلمات اللي نسمحها في الوقت الحالي فعلا يعني هامل نحن نحس ان نحن اللي نشوف مثلا الموظفين والكادر الطبي كل العناصر اللي شاركت معانا يعني حتى الداخلية بعلها دور كبير الكل نعم نحن اشتغلنا كفريق مو بس كطب يعني لا كفريق كنا فعلا فريق من اجل البحرين فحسنا نحن يعني كل الوزرات باختلاف المهنة كنا اناصر مشاركة فالكلمة اللي تعبر عن جهد نحن نسويه او تعب فعلا لها دور وقوة وطاقة يعني نستمد طاقاتنا من هالكلمات البحرين تستاهل تستاهل البحرين وهذا الوطن و لازم يكون هذا الشيء موجود طبعا الكلمات هي تثلج النفس تعطي الطاقة الإيجابية للبد والعطاء أكثر احنا اولا و اخيرا لدينا هذا الوطن و لدينا المواطني و المقيمين الموجود فيه اذا احنا ما حترسنا و ما حترسنا هذا الامور من راح يقوم في هذا الوطن فكل الشكر الى جميع من ارسل من القيادة الى اي شخص ارسل ميسج شكر و تعبير احنا نقول بعد هذا الشكر احنا نقول لكم اتبع مشكولين ما قصرتون لكم بعد التزمتون و اتبعتون الأشهادات اللي وضعها الفريق الطبي او الصحي لخدمتكم خدمتكم انتون اقعدوا في البيت و احنا خلنا نسوي شغل نفس نعم كل الشكر و التقدير لكم اتشرفت الحقيقة اليوم معاكم في هذا البرنامج وجودكم كان مصدر شرف واعتزاز كبير منكم و اليكم و حتى من اللي انتم تمثلونهم اليوم الكوادر الطبية و الصحية يعني بشكل عام كل الشكر و التقدير لكم يعطيكم العافية شكرا الله و بحرين تستاهل نفس ما قلنا و نسأل السلام للجميع و بحرين تستاهل احتمال شكرا لكم ايضا نشكركم على المتابع مشاهدين الكل يعني الكوادر الصحية الموجودة اليوم من أطباء من ممرضين يعني المساندين و خدمات مساندة يعول على هذا المجتمع خلنا نكون مجتمع واحد احنا كلنا فريق البحرين الله يحفظكم و شعارنا دائم ان البحرين تستاهل في امال الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة